بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء نستكمل فيه مقرر Machine Elements Design 1 Chapter 8 اللي بتكلم عن Screwed Joints هنا the common types of screw fastenings عمليات الربط المختلفة بلاحظ عندي 3 أنواع رئيسية أول حاجة Through Pulse المصمار النافذ اللي هو ده cylindrical part with threads for the knot at one end and head at the other end يعني المصمار ليه الرأس دي وفي الجهة المقابلة الصمولة بتربط بالشكل ده ده بيسموه Through Pulse مصمار نافذ بيربط ما بين اللوح رقم واحد واللوح رقم اثنين بينفذ المصمار والرأس بتاع المصمار بترتكز على أحد اللوحين وفي الجهة المقابلة بيجيب ما يسمى بالوشر أو اللي احنا بنسميها الوردة وبعد كده بربط بالصمولة اللي هي الجزء ده بحيث أن هي ترتكز على اللوح رقم اثنين ده النوع الأولاني من عمليات الربط النوع الثاني اللي بيسموه Tab Pulse اللي هو ده وده عبارة عن Screwed into a tapped hole of one of the parts to be fastened without the nut يعني ده ما بيستخدمش فيه صمولة وبلاحظ أن هو هنا بيربط ما بين لوح واحد وما بين الجزء ده أحيانا ممكن يبقى لوح وأحيانا ممكن يبقى جزء من مكينة وبيبقى فيه اللووز داخلي هنا بحيث أن المصمار له رأس فقط ملوش صمولة وبيدخل يربط على الجزء الداخلي ده ولما يربط هنا بيضغط على اللوحين دول تجاه بعض وتم عملية الربط النوع الثالث بيسموه Studs أو بيسموه باللغة الدرجة الجويت Round bar threaded at both ends يعني مصمار فيه قلووز من الجهتين من الناحيتين ناحية واحد وناحية اتنين وده أكثر استخدامات لتثبيت الماكينات في القواعد بتاعتها أو تثبيت أعمدة المظلات بتاعت السيارات مثلا على سبيل المثال وبعمل إيه ممكن أن المصمار ييجي بالشكل ده كده يربط مع الجزء ده وييجي هنا اللوح ده مع الخلوص اللي هنا وبعد كده بربط بالصمولة من أعلى ممكن أن الجويت أو الستاد ده مايبقاش فيه القلووز من الناحية ديت لكن ممكن يبقى hooked بالشكل ده كده أو عامل زي الإيه بنسميه الهلب له تفريعة بالشكل ده كده وتصب الخرصانة هنا فيعمل الخرصانة مع الجزء hooked ده تيتماسكه مع بعض وبعد كده بيطلع الجزء ده بيبقى بارز وبثبت عليه قاعدة أو فرش الماكينات أو قاعدة العمود اللي بستخدمه في المظلات للسيارات عندنا أنواع تانية مختلفة common types of screwed fastening منها الكاب screws دي أنواع مختلفة برؤوس مختلفة زي ما احنا شايفين ممكن أننا أستخدم فيها المفاتيح العادية أو screwdriver المفكات وهكذا طبعاً طبقاً على حسب الاستخدام وبتنتج طبعاً بشكل نمطي عندنا مجموعة 6 screws ديات ودي مسامير الحقيقة أنها تستخدم فقط في إحداث احتكاج ما بين الأجزاء وبعضها يعني لما يكون عندي مثلاً على سبيل المثال مطور والمطور ده في مروحة تبريد هنا فبجيب cover بالشكل ده كده على المروحة عشان أعمل لها protection وفي نفس الوقت ما تأذيش حد مروحة تبريد مثلاً للمطور وباروح جايب مصمار الزن هنا بالشكل ده بس أنه يحتفظ بالcover في مكانه بكده نكون أنهينا الأنواع المختلفة وأنهينا كمان الشابتر 8 اللي هو بيتكلم عن نلتقي إن شاء الله في شابتر 9 ترجمة نانسي قنقر